الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وألحقنا بعبادك الصالحين أما بعد فهذه رسالة سريعة إلى جماعة التبليغ خاصة أنه قد بلغني أن بعض الوهابية اغتطع كلامي كعادتهم في تشويه المخالف وأوهم أني ذممت جماعة التبليغ وحوله إلى مقطع قصير فصار ينشره خاصة بعد أن رأى فضلاء الجماعة قد أقبلوا على تصحيح اعتقادهم والعود إلى منهج أهل السنة والجماعة وهذا شيء حسن أن يرجع الناس أفواجا ولا سيما إذا كانوا من الدعاة بالنسبة للوهابية هذه طريقتهم وهذه عادتهم لن أقف عندهم كثيرا خلاصة ما أقول لجماعة التبليغ أن تبليغهم لدعوة الله سبحانه وتعالى هذا هو قيام بالواجب الكفاء الذي هو فرض على الأمة ولتكن منكم أمة وثانيا لا أحمل لأولئك الناس إلا الاحترام والود هذا أمر ثاني ثالثا كان نقدي لهم في تسجيلين سابقين كان من أجل الأكمل والأفضل وحذرا أن تخترق هذه الجماعة كما هم يعلمون جيدا أن الوهابية يخططون لهم بل ويدخلون معهم ويخرجون معهم ويفرغون معهم من أجل استثمار طريقتهم في سبيل الدعوة إلى الفرقة الوهابية فكلامي لأهل التبليغ أولا أن يحذروا من كان مخالفا لمعتقد أهل السنة والجماعة ثانيا أن يكونوا على اعتقاد جماعة التبليغ المؤسسين المؤسسين ليس ما طرأ عليها بعد ذلك المؤسسون لجماعة التبليغ هم حنفية ما تريدية من أهل التصوف وهم يعلمون هذا جيدا كل المؤسسين لجماعة التبليغ من أهل السنة والجماعة الحنفية ما تريدية أهل التصوف فإن طرأ شيء من الوهابية فقد حصل بعد ذلك وبسبب الفتنة فتنة المال وفتنة المدسوسين وسطهم لذلك أكرر احترامي لهم وأكرر أن عليهم الحذر الشديد وعليهم أن يستمروا الحقيقة يعني أثلج صدري حينما أرسل لي أحد الفضلاء من جماعة التبليغ مجموعة كبيرة ربما تقرب من ثلاثين شخصا يستمعون معتقد أهل السنة والجماعة الأشعرية ويتابعون بعناية فرحت بهذا فرحا عظيمة لأن الوهابي حينما يأتي بدل أن يدعو الناس إلى الله سبحانه وتعالى يحاول أن يجعلهم أولا في التجسيم يبدأ معهم قضية نسبة المكان لله سبحانه وتعالى ويأتون بحديث ويدعون الشريعة كاملة هذه عادة الوهابية لا يتركونها لذلك أرجو أن تتكاتف وتتكاثف جهود إخواننا من جماعة التبليغ إلى تصفية الاعتقاد وتصفية الاعتقاد لن تتعبهم كثيرا بل ستريحهم لأنهم سيسرون على منهج المؤسسين للجماعة وأكرر ما سبقا ذكرته لهم من وجوب الاهتمام بالعلم والأمر الثاني الذي أكرره لهم وهو الحذر ممن يقدمونه على أنه من أهل العلم حتى وإن كانت لحيته طويلة حتى وإن كان قد خرج في جماعة التبليغ ما لم يكن على اعتقاد أهل السنة والجماعة الأشاعر أو الماتوريدية فلا يجوز لهم أن يقدموه لأنه سيكون فتنة القضية الأخيرة التي أحب أن أذكرها بعض التبليغيين ولا سيما من الوهابيين أو ممن تأثر بالوهابية إذا ما فتحت ملف التجسيم والمجسمة وهؤلاء المبتدعة مباشرة استغل شيئا من مبادئ الجماعة وهو عدم الخوض في أمراض المسلمين عدم الخوض في أمراض المسلمين والله يا أخي إذا كانت أمراض المسلمين هذه من التجسيم وتنقيص قدر النبي عليه الصلاة والسلام وتبديع المسلمين وتكفير المسلمين إذا كانت في بلاد الواقواق في جزيرة منعزلة عند ذلك أقول لك لا تتكلم في أمراض المسلمين أما أن تكون أمراض المسلمين في كل موقع تضرب أصابعك على جوجل فيخرج لك في كل نتيجة إسلامية يخرج لك كلام الوهابية في كل قرية كتب توزع مجانا وتقول لأمراض المسلمين أنت من أمراض المسلمين أنت يا أمن تمنع الرد على المبتدعة أنت من أمراض المسلمين وحسب مبادئ جماعة التبليغ يجب أن نزيلك من هذه الجماعة لأنك من أمراض المسلمين تصحيح الاعتقاد ليس من أمراض المسلمين الرد على الفرقة الضالة ليس من أمراض المسلمين فأرجو الحذر الحذر من هؤلاء الناس الذين اندسوا في جماعة التبليغ ونحن نعرفهم جيدا نحن نميز جيدا بين هذا وهذا يعني جماعة التبليغ يغلب عليهم الإيمانيات يغلب عليهم التوكل على الله سبحانه وتعالى عندهم طيبة قلوب يحبون الناس جميعا يدعون يا الله سبحانه وتعالى يبذلون من جيوبهم لا يرتزقون من أحد كل هذه فضائل جميلة وحسنة وهي التي كتبت لهم ذلك الانتشار الكبير نحن ماذا نريد من كل الناس ليس فقط من جماعة التبليغ رسالتي هذه ليست لجماعة التبليغ جماعة التبليغ شريحة من شريح المسلمين رسالتي إلى أبناء الأشعرية أنفسهم إلى أبناء الماتوريدية إلى أبناء الحنفية إلى السلفيين هؤلاء الذين شردوا عن طريق أهل السنة والجماعة رسالتي للجميع عودوا إلى رشدكم توهمتم أن مذهب ابن تيمية هو مذهب السلف وهذا خطأ كبير على الفكرة وهناك من المتابعين لي يعني لا أريد أن أفكر اسمها من تبليغ مصر متابعون لكل دروسي ومن كبارهم ويقولون الحمد لله رب العالمين نحن استطعنا تنقية القطاع الذي نعمل فيه من كل مجسم لله سبحانه وتعالى من من أعرفهم جيدا قال كل من عندنا الآن قال هؤلاء كانوا ثقلا علينا وورطونا مع السلطات وورطونا مع كل الناس التبليغي ما كان متطرفا في يوم من الأيام التبليغي إنسان داعي إلى الله سبحانه وتعالى فهذا الاقتناص وقضية ويله للمصلين وأخذ جزء من كلامي من أجل يعني تحذير جماعة التبليغ من إله هم إخواننا وأحبابنا والحقيقة يعني لو وقت يسمح ربما أخرج معهم يعني في في خروج ما يعني في يوم من الأيام ربما ليس عندي مشكلة في هذا الأمر نحن نحبهم وهم يحبوننا ولكن الدخيل هذا الذي جاء بالمظاهر ويحاول أن يشوش على جماعة التبليغ هذا هو من أمراض المسلمين التي يجب أن تزال حيتي لهم مرة أخرى وأطلب منهم الدعاء والتوجه إلى الله سبحانه وتعالى أن يثمر الله جهودنا وأن يحفظنا الله تعالى من كل كائد وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ترجمة نانسي قنقر